أشار مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية إلى أن أغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية اعتبارا من اليوم لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيا إلى تونس وتركيا ومصر ووصف المصدر أثر ذلك على الشركة بأنه غير كبير وقال إن رحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت أن المجلس الأعلى للأمن قرر إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطيران المدني والعسكري المغربي لفت العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال خطاب مسجل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين إلى أن لبنان يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا وظروف المعيشية الصعبة تلقي بظلالها على الملايين فتجد أسرا بلا قوت يومهم وبيوتا بلا كهرباء أو مياه وشركات غير قادرة على العمل واعتبر أن في هذا الوقت العصيب يحتاج الشعب اللبناني لدعم الدول الكامل لتمكينه من النهوض من هذه الأزمة ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ يشارك فيها الجميع ترجمة نانسي قنقر